ففيه واحد اسمه وزير التراث تراث ايه؟ هو انت عندك تراث؟ ده انت دولة اصلا بلا تاريخ تراث مين؟ يا جماعة ده انتوا سرقين صلطة الحمص بتقولوا بتاعدكو يعني اكتر من كده ايه؟ ده سفه وتفاهة طيب واحد اسمه وزير التراث شغلته وزير التراث وزير التراث ايه علاقته بانه يصدر عنه تصريحات متعلقة بالحرب ده اول حاجة اتنين التمادي والوقاحة والبجاحة والعنف والشراسة والهمجية والتوحش هنضرب غزة بالنووي او انها احد الخيارات المتاحة السؤال هو في حد يقدر يضرب نووي في الدنيا يعني؟ لا لو عايز الحق ايه يعني؟ لا لا يا يوسف بس اصل ايه ده بس؟ هو مفيش نووي يضرب غير في هيروشيما والنجازاكي والحمد لله انها لم تتكرر لانها عمليا لن تتكرر السلاح النووي يا ساد عشان بوده محدش يقعد ايه؟ يعبس بدناغك لانه بص الصهاينة بيلعبوا لعبة طول الوقت بتاعت ايه؟ احنا اجمد ناس هم ولا اجمد ناس ولا يحزنون بالمصر الفصيح كده هو مفيهوش ألم هو بيلعب على ما تقدرش ده نقدر يزعع ويعلي صوته ويهلل هو كان كان بيكسب معارك الميديا والرأي العام الدولي كان وهنروح لها بعد شوية على كلمة كان دي اللي هي كان فعل ماضي يسيبه في حاله لا اصبر وبالتالي السلاح النووي هو سلاح ردع سياسي مش ردع عسكري لا يستخدم وعندك حض بقالها داخل اللقتي على سلطين روسيا ووكرانيا الحمد لله والشكر لله مفيش حض ضرب نووي على التاني ولا حد هيضرب نووي على التاني ولا في حد في الدنيا هيضرب نووي على حد هو أداة للردع والضغط السياسي ليس إلا طيب هل الحكومة المتشددة المتطرفة اللي موجودة دي هناك عندهم موافقين على تصريحات الراجل هي لعبة واحد يشد التاني يرخي واحد يحاول يطلع مخرج سياسي إلى آخره بس الهدف الرئيسي أنه يخوف الفلسطينيين بالأساس يخوف العرب بشكل عام والعالم بالمناسبة يعني عواصم صنع القرار تطلع بقى برلين تطلع باريس تطلع لندن تطلع واشنطن عمليا عارفين أنه لا هيعملوا كده لا بالطول ولا بالعرض هم بفهمين إن الصينة بيرمي بق بقل إيه عشان الاستهلاك عشان يخلق حالة من حالات القلق والتوتر هل أنا بقول لك ده علشان خاطر خلاص يا جماعة ده لا هو لازم يتحاسب على تصريح زي ده ده تصريح شديد الخطور فكرة التهديد بأن أنا عندي استعداد أبيد شعب كامل بضربة واحدة عن بكرة أبي ده لازم يتعمل عليه محاسبة الرجل اللي هو عميحاي اليهو اللي هو ما يطلق عليه وزير التراث وزير التراث مين بس بأن الله عزم ده حاجة تحزن يا جماعة حلو؟ ده أقول لك ده والله العظيم مهزار دول سرقين صلطة الحمص ده هو حمص مهروس ونحط عليه زيت زتون وشوية كمون وبتاعه ناكله وكده قال لك ده ده أكلة إسرائيلية يا ابني زكوت انت أصلا لم تعلن كدولة غير سنة 48 أكل إسرائيلية يا إله إلا الله مش وقته عشان ما نتفرعش بس لكن اللي أنا عايز أقولهولك أنه هو ده تصريح للاستهلاك تصريح للردع تصريح للتخويف تصريح لبث حالة من التوتر والقلق وبالتالي يخوفك فلما تيجي تقول نتفاوض وما نتفاوضش فأبقوا بتفاوض منين؟ من أعلى درجة ممكنة من التصعيد أنا ممكن أضرب في أي وقت وبالنووي فتبدأ وإنت قاعد مع ترابيسة المفاوضات تبقى عامل حساب إنه ده ممكن يتهور ويدرب نووي فأنا خليني إيه؟ أبقى لين حبتين طب مين أشطر ناس يعودوا على ترابيسة المفاوضات؟ إحنا إحنا ليه هو أنت كل حاجة المصريين المصريين؟ يا سيدي والله والله كمان مرة القصة مش في كل حاجة المصريين المصريين ربنا سبحانه وتعالى أراد كده بحكم التاريخ إحنا الدولة الوحيدة اللي موجودة في الدنيا زي ما هي على حدودها دي من ساعة ما تعملت حاجة اسمها دول في الدنيا وبالتالي خبراتنا التراكم سميه زي ما تسميه الإرث المخزون الحضاري المخزون الوجداني مخلينا إن إحنا كده إحنا قادرين على إدارة ملفات السياسة طول الوقت شغلتي فيه واحد شغلته يبقى بتاع سياس واحد شغلته يبقى بتاع بيزنس واحد شغلته يبقى دكتور بعد شغلته يبقى مهندس أنا شغلتي أنا مصري يعني مش يوسك أنا شغلتي أبقى بتاع سياسة شغلتي الحكم وإدارة الدول طيب ده شق الشق التاني في التاريخ الحديث إيه كمان سأسابكم من التاريخ القديم حاضر التاريخ الحديث بيقول إن أنا الدولة صاحبة الخبرة الأطول في إدارة هذا الصراع مش بس كده ده أنا الدولة صاحبة الخبرة الأقدر والأنجح في إدارة هذا الصراع يعني أنا الخبرة الأطول والأكثر نجاح أنا الوحيد اللي حاربته وهزمته وجبت في منخيره في التراب وقدرت معاه اتفاق وخدت بالاتفاق كل اللي أنا عايزه خدت اللي أنا عايزه بالحرب وخدت اللي أنا عايزه بالسلام لكنين ما حدش تاني يعمل كده في حد عمل كده معاهم لا حد هيعرف يعمل كده معاهم لا لأنه محدش غيرنا اسمه مصر وقدام حضرتك المزيد من البث المباشر حضرتك هتبقى بخلاص يعني أنتوا حفظتوا هذا المشهد والعالم حفظ هذا المشهد وما فيش حراك برضو الحراك الحقيقي الحقيقي المخلص النزيه الوحيد هو حراك القاهر